قالت مايا هنريكس مديرة أنظمة التمويل الأغدر بالبنك الأوروبية لإعادة الإعمار والتنمية إن مصر من الأسواق الحيوية المثيرة للاهتمام بالنسبة للبنك وأشارت إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بما حققته على صعيد التحول الأغدر والطاقة النظيفة والمستدامة كما أشادت بما تحققه منصة نوفية التي تمثل برنامجا وطنيا للحصول على تمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف من أثار تغير المناخ